حسام وحضرتك خبير سياحي يعني ومعني بهذا الملف بشكل كبير شايف حضرتك أهمية الاهتمام بالسياحة في مصر خلال الفترة الماضية وبرضو ناخد من تعليقات الناس اللي جات لنا دلوقتي حضرتك أنا في المجال السياحي يعني عملي ونظري كأكاديمي وفي نفس الوقت كرجل أعمال في القطاع السياحي فالسياحة صناعة أهم حاجة التسويق السليم بطرق صحيحة وتقديم الخدمة على أعلى مستوى تبقى لإحتياجات السوق اللي عندنا لما إحنا بناخد ريفيوز أو أراء من الأجانب مكتوبة على الإنترنت أو جوجل بيزنس أو اليوتيوب وتفر السوشيل ميديا ده بيتطور أكتر من الصورة الإيجابية عن مصر لو جينا إحنا دخلنا في أنواع السياحة المختلفة عندنا فإحنا عندنا طبعا السياحة الشاطئية والثقافية وزي ما أسعد عضو مجلس النمواب سكر أنه كان فيه 21-22 كان فيه حوالي 11 مليار إنكم و10 مليون سياح أو 8 مليون سياح مثلا النقطة هنا في أن إحنا بنطور ده عن طريق حضور المعارض الدولية كتيرة جدا المطلوب بقى الفترة القادمة زيادة الاستثمار في قطاع طيران الخاص أو الطيران الشارطر لأن ده مهم لأن مصر حدودها كلها مختلفة عن دول أوروبا يعني أوروبا بتبقى الدول ما بينها وما بين بعض فيه تنقلات بسياحة الأطر بالعربيات بغيره إحنا لازم لنا الطيران الخاص اللي بينزل محافظات زي الغرداء أو هاوه أو سيناي سينا يعني أو مثلا لقصر أسوال فإحنا يهمنا طبعا الدولة بتقوم بدعم الطيران الشارطر بتقدم حوافز كتير قوي وضع استراتيجية الطاقة الاستعبية للمطارات بقت كبيرة وبتكبر بقى فيه مطارات كثيرة زي مطار سفينكس مثلا وفيه مطار العاصمة الإدلاعية كل فيه مطار سانت كاترين الطاقة الاستعبية بتاعته بتزيد كافة المطارات دي ممكن تستقبل أعداد كبيرة من السياح زي نستقبل الأعداد دي بقى بالتسويق والماركتينج بره جامد جدا مع وضع حوافز بقى تخفيضات في أسعار تذكر التيران الخاص مش التيران المنتظم لأن التيران المنتظم ده ممكن تبقى الخطوط البعيدة مثلا زي أمريكا مثلا واشنطن والمفروض أن في مصر التيران بتقولها تفتح خط مع كاليفورنيا لأن احنا عندنا واشنطن ونيورك ده هيساعد كتير جدا في السياحة من كاليفورنيا دايركت لمصر مثلا مصر كافة الأسواق مفتوحة على مصر بمعنى إيه احنا عندنا الأسواق الخليجية الأسواق الأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية عندنا طبعا أسيا عندنا الأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية بأنواع السياحات المختلفة بس طبعا السياحة الشرطية تمثل 70% من السياحة على مستوى العالم فكل ده لو كان هيتم التسويق لي مع إعطاء إعفاءات ضريبية للمستثمرين أنهم يجوا مثلا يبنوا فنادق أكتر لأن احنا عندنا الطاقة الفندقية حوالي 210 ألف غرفة موجودة إحنا عشان نصل لل30 مليون محتاجين 500 ألف غرفة في حاجات محتاجة رينوفيشن تسهيل قروض لرجال الأعمال والمستثمرين للحصول على القروض دي لتطوير بعض الفنادق التي كانت وقفت أثناء الكوفيد وقبل الكوفيد هناك مبادرة من البنك المركزي بهذا الخصوص هو فيه بس الحقيقة فيه صعوبات يعني مش سهل أنه يحصل على القرض يعني هي بيبقى فيه لا بيبقى دور حوار الوطني مهم جدا في نقطة زي دي آه لا دي دي مهمة يعني إحنا من عايز من 25 يناير مثلا صعب جدا على القطاع السياحي الحصول على قروض الحقيقة يعني أنا عجبني أفكار حالك اللي قلتها كمان من ضمن الأفكار تخفيض أسعار تيران الداخلي حتى لتشجيع كمان السياحة الداخلية وده مهم جدا